السلام عليكم و اهلا بكم في درس جديد من قناة ليزي بروجرامرز من كورس الجافا جزء الوبجيكتورينتد بروجرامنج في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن مفهوم الاستاتيك او كلمة استاتيك في الجافا وهو الحقيقة من الموضوع المهمة جدا استخدامها كتير ومع ذلك ففي نقص فهمها شوية والإلمان بكل حاجة فيها فركز معايا واستعد في الدرس ده لواحد من امتع وافيد المواضيع في الجافا بسم الله الشكل الحالي للبرنامج بتاعنا اللي عملناه في الدرس الفات كان هو أنه عندي ثلاثة كلاس المين اللي نفيه دلوقتي الكلاس ده اللي عملنا فيه الابجكت بتاع بوك وكنا نمديله القيم دي وتحتها طبعا التفاصيل من خلال مثود برينت بك دي تيلز الموجودة في كلاس بوك وصلت له هنا من متغير الابجكت فده المين والاتنين كلاس تانين هو كلاس بوك وكلاس أوثر كلاس أوثر ده اللي كان فيه ثلاثة معلومات دول عن الاثور بالكونستركتور وclassbook اللي فيه 3 fields بارده دول منهم field اللي هو object author والconstructor والمثود اللي كلمنا عنها print book details طيب تمام جدا كان المشروع ده كنت بشبهه لك ان احنا دلوقتي بنعمل مثلا برنامج تطبيق او موقع بيعرض مثلا تقييمات للكتب او معلومات عنها او بيبيع كتب فكان تركيبه هيكون شبه كده فده طبعا نموذج مبسط لكن تقدر تتخيل ان احنا هنا في المين هو المكان اللي بنضيف منه كتب جديدة لما بحتاج اعمل كتاب جديد بعمل object من الكتاب وبدي المعلومات بتاعته بالشكل ده طيب لو تخيلت بقى الموضوع على برنامج اكبر شوية فورد يكون في كذا صفحة في الموقع او في التطبيق او كذا مكان في البرنامج تقدر منه تضيف كتاب جديد يعني تقدر تعمل زي كده قال كده لو انا عايز اعد كل الكتب اللي عندي كام اقدر اعمل حاجة زي كده ازاي يعني عايز اعد كل المرات اللي تعمل فيها objects من classbook اعد كل الobjects من classbook ففي عندنا حل نموذاجي قوي لحاجة زي كده وهي ان يكون عندي خاصية تخص classbook نفسه مش الobjects اللي بتتعمل من book يعني انا عايز اجي هنا في classbook نفسه اعمل field هنا جوه الclass اسميه مثلا number of books هخليه مثلا انتجره واسميه number of books عايز الفيلد ده كل ما يتعمل object جديد من classbook يعد واحد زيادة هنا يعمل increment يعني plus plus طبعا بالوضع الحالي ما قدرش اعمل الكلام ده لان الخاصية دي هي خاصية تخص الobject اللي بتعمل زي الخصائص دي شفت هنا لما كنت بديلها القيم دي فالقيم دي خاصة بالكتاب الحالي لا انا عايز بقى خاصية تكون خاصة بclassbook كله تعديلي كل الobjects اللي بتتعمل منه هنا بقى يجي مفهوم الstatic او كلمة static في الجافا وهي كلمة بتخليلي الفيلد ده يبقى خاصية من خصائص الclass نفسه وليس من خصائص الobject اللي هيتعمل من الclass وعشان انفذ الكلام ده فالموضوع بسيط جدا هاجي قبل نوع المتغير هنا واكتب بس كلمة static اللي هي كلمة واخد الونبرتقانة هي كلمة محجوزة في الجافا او كيوورد في الجافا يعني كده كأني بقوله انا عايز المتغير ده يكون مرتبط بclassbook وعشان تدخل الموضوع فخليه ننفذ اللي كنت بقولك عليه فنيجي هنا عند الconstructor نفسه اللي هو هيستخدم في كل مرة بعمل فيها object واروح ايل number of books plus plus واقفل سيمي كولن يعني كده كل مرة بيتعمل فيها object جديد من classbook زي هنا كده بستخدم الconstructor اهو فجوه الconstructor ده بيتم تزويد المتغير number of books ده واحد طب تعال كده نشوف الكلام ده حقيقي ولا ايه عايزين نطبع المتغير ده فتعال نطبعه هنا من ال bin بص كده هكتب first book بقول dot اه بص بقى كده لو جيت ادور هنا على المتغير مش هلاقيه ازاي الكلام ده فواحد مركز معايا قال ليه انت بتستخدم متغير object يعني شايل object هنا لكن الفيلد اللي احنا عملناه اللي هو number of books ده ده فيلد static يخص الclass وليس الobject فاقول لك كلام مصبوط 100% وانا دلوقتي لو عايز اوصل للفيلد ده بوصله من الclass نفسه لانه خاصية من خصائص الclass زي ما بوصل للخصائص بتاعت الobject من خلال الobject هوصل لخصائص الclass اللي هي الستاتيك من خلال الclass نفسه ومش محتاج خالص ان انا عمل object ساعتها فبساطة خالص هروح ايه البوك نفسه class book واقول dot شوف هنا بقى ما جاليش اي فيلد تاني جالي بس هو الفيلد number of books ده لانه ده الفيلد الوحيد الستاتيك فادوس عليه واحنا طبعا نازل نتباقيمته فنحطه بقى في جملة اتباعة او ال is out واخده حطه هنا كده بين القوسين وحاليا انا متوقع ايه انا متوقع ان يطلع لي واحد لان احنا عاملين كتاب واحد اللي هو الobject first book ده بس هتعلى كده نعمل run مصبوط طلع لي واحد اللي هو الكتاب اللي احنا عاملينه بس هتعلى كده نتأكد من الكلام ده ونعمل مثلا object تاني من book امسح السطر ده دلوقتي مش محتاجه واخد كل دول كده اكررهم control d control d اغير بس الاسامي نسمي ده مثلا second book نسمي ده third book كده انا عملت ثلاثة object فمفروض يطلع لي ثلاثة عامل run مصبوط طلع لي فعلا ثلاثة اللي هما الثلاثة objects اللي اعملتهم يبقى كده لحد دلوقتي انا فهمت ان فيه كلمة في الجافة اسمها static وكلمة static دي او خاصية static دي ممكن اطبقها على الفيلد فزي ما بيكون عندي فيلد عادي والفيلد ده بيكون يخص الobject اقدر اسميه object field او اقدر اسميه instance field كلمة instance هي object فزي ما عندي الانستانس فيلد دي عندي static fields اللي هي بقى ما تخصش الobject لا تخص الكلاص نفسه ففهمت النقطة دي ولو انت فهمتها كويس خلاص على كده مترتب عليها كل الكلام الباقي يعني مترتب عليها ان انا عشان اوصل للفيلد ده من المين هنا محتاجتش ان اعمل object وصلتله على طول من اسم الكلاص نفسه لانه خاصية من خصائص الكلاص ولما جيت احاول اوصله من الobject معرفتش لانه مش خاصية من خصائص الobject ومش محتاج اصلا ان يكون فيه objects عشان اقدر استخدم المتغير ده يعني لو انا مسحت لك هنا كل الobjects دي امسحهم خالصة هو كده المين ما فيهاش غير ده بس المتغير الستاتيك بتاعنا وعملت run تتوقع معايا ان يطلع صفر طليل للصفر فعلا الكونستركتور بتاع بوك دي ما تندهش عليها ولا مرة فقيمة المتغير ده فضرت صفر اللي هي قيمة default اللي الجافة بتديها للمتغيرات الرقمية لان الكونستركتور ما استخدمش خالص فما تندهش خالص على بلاس بلاس دي فزي ما شفت استخدمت الستاتيك فيلد بدون ما كنا عملت اي objects فكل الكلام هو محوره كلمة واحدة اللي كررتها لك كتير وهي ان الستاتيك فيلد ده خاصية من خصائص الكلاص نفسه وليس الobject طيب السؤال اللي جافت ماك دلوقتي هو ليه عملنا ده كله ليه يعني فيه حاجة اسمه static field فهنا فيه سبابين اول حاجة زي ما انت شفت ان فكرة الـ number of books دي وان انا عد كام كتاب عندي تقريبا معرفش اعملها بطريقة تانية غير دي فهي دي ضرورة برمجية او احتياج برمجي حليته بكلمة static اما الفايدة التانية والاساسية هي توفير خطوة النعم الـ object فحالة ان عندي فيلد معين عايز احطه في الكلاص ومش محتاج يكون قابليه عمل object فكلمة static وفرت عليها النعم الـ object وفرت عليها في الميموري قدرت استخدمي الـ field بدون ما يكون مضطر نعمل الـ object وهتبان بقى معي اكتر النقطة دي في الجزء اللي جيدة بس خليني قبلها ارجع هنا الـ objects اللي كنا عاملينها في الميم التلاتة objects اللي كنا عاملينهم وتحتها الطباعة بتاع الـ number of books طيب كده تقريبا خلصت معاك الجزء الاول من الموضوع وهو الـ static fields لكن مفهوم الـ static وكلمة static في الجافا مش استخدامها بس مع الـ fields انت تقدر كمان تستخدمها مع الـ methods زي ما اقدر اعمل static field اقدر اعمل static method وخلاص بقى الكلام دلوقتي يبقى سهل عليك انت فهمت كويس مع الـ static فاتعال كده بدل ما بنطبع هنا في المين خلاها نعمل method جوا classbook نفسها هي اللي تطبع لنا والنادي على طول عليها في المين هنا فهم سح السطر ده واروح على classbook ونعمل بقى method الـ static فالموضوع بنفس البساطة كده بتاعت الـ fields كل اللي انت محتاجه قبل ما تكتب نوع رجوع تكتب static فهكتب static كده خلاص انا قررت للبرنامج ان الحاجة اللي هكتبها دلوقتي هي تخص الـ class وهكمل عادي كتابة method عادية جدا فدي method هتطبع هتبقى void نوع الرجوع وتعالى نسميها مثلا print number of books دي المثود اللي هتطبع لي عدد الكتب او الـ objects من classbook فاعمل اتنين كلبريسز وجواها هتبقى جملة طباعة هطبع فيها بس الـ static field اللي عندي اللي هو number of books اللي عملناه وهاجي في المين انادي على الـ method الـ static دي وهنادي عليها ازاي خلاص دلوقتي انت عارف دي خاصية من الخصائص الـ class فهوصلها من الـ class نفسه اكتب book واكتب . هلاقي عندي الحاجات الـ static هدي الـ field الـ static number of books وهدي الـ method الـ static print number of books هدوس عليها وتعالى نعمل run هلاقي مطلع لي ثلاثة مظبوط الثلاثة objects اللي عملناهم او الثلاثة كتب اللي عملناهم فنفس الكلام والقاعدة اللي ماشي عليها وصلت الـ static method زي ما وصلت الـ static field عن طريق اسم الـ class نفسه خليني بس ارجع معاك للـ method الـ static اللي عملناها دي وقولك على قاعدة كده منطقية قوي بص كده معايا لو عايز احط اي متغير من المتغيرات دي هنا جوه الـ method دي فتعالى مثلا اكتب متغير price اللي انا عامله ده هكتب كده price هلاقي مش مقترح عليها خالص طب نكملها كده فلاقيه عامله هالي هنا error بالاحمر كده ولو قفت عليها شوية بيقولي الـ static field بيقولي الـ field ده مش static ازاي بتستخدمه وده جوه method static او معقولة يعني طالما الـ method static يبقى لازم اي field جواها تستخدم تبقى static طب سيبك من دي كده تعالى نزل تحت هنا وجرب انادي على الـ method دي مثلا هنا المفروض دول اتنين method في نفس الـ class اقدر استخدم اي واحدة في التانية ونادي عليها عادي فلو جيت اكتب كده print book details ما جابليش اي حاجة طب اخدها كده زي ما هي او error ولو جيت وقفت عليها قال لي نفس الكلام ده static method print book details اللي تحت دي دي مش static فمش قادر استخدمها جوه method static يعني كده ما قدرش استخدم اي field عادي او method عادية مش static جوه method static اه واضح كده طب تعالى كده امسح كلمة static دي اه الـ arrows راحت وهتلاقي ان عادي جدا بقيت اقدر استخدمها طيب هرجع كلمة static كده وفكر معايا ايه اللي حصل اللي حصل ده منطقي جدا دلوقتي الـ static method دي تخص الـ class وانا جيت استخدم جواها حاجة من الحاجات اللي تخص الـ object سواء كان field او كان method طيب الـ static دي تخص الـ class افرد بقى روحت انا في المين استخدمت الـ method دي وانا اساسا مش عامل object عادي ما هو داي خص الـ class يبقى سعيت على الحاجات دي اللي تخص الـ object البرنامج هيعرف يجبها منين ما هو ما فيش اساسا object فالموضوع اللي راكست فيه كده منطقي جدا بالنسبالك دلوقتي وبقى خرقت بقى بقاعدة بتقول اي static method ما ينفعش استخدم جواها متغير او خاصية من خصائص الـ object ولا method من الـ methods العادية بتاعت الـ object اللي مسموح لي بس استخدمه جواها هو الـ static methods الثانية او الـ static fields الثانية زي ما كنت مستخدم هنا الـ field عادي اللي هو number of books ده كان static فده ما اعتردش عليه static field عادي مستقم جواه static method فهم سح ده خلاص ونبقى كده عرفنا مع بعض القاعدة اللي بتقول ان الـ static method دي ما تشوفش غير الحاجة لـ static برضه وفهمت كمان المنطق ورا القاعدة دي ايه ويجي بقى هنا سؤال امتى اصلا اعمل static method والاجابة هنا هتبقى برضه معتمدة على القاعدة دي استخدم static method لما كنا عايز اعمل method مش هتحتاج خاصية من خصاص الـ object ولا method من الـ methods بتاعة الـ object فسحيتها لا الافضل خليها static عشان اقدر استخدمها في اي حتة في البرنامج بدون معمل object تبقى على طول سهل علي خاصية من خصاص الـ class نفسه زي ما عملت هنا كده واستخدمتها على طول وتبقى كده حسيت اكتر بقيمة الموضوع اللي كنت بقولك عليه بتاعني كده بوفر في الميموري مش محتاج اني عشان استخدم المثود دي اعمل object ونشوف كمان مع بعض امثلة دلوقتي من اللي موجودة اصلا في الجافة بس زي ما قلتلك الموضوع بتاع الـ static ده انا بلاقيه من امتع وافيا دي المواضيع في الجافة لان عارف دلوقتي في كم حاجة كنت ايلك عليهم قبل كده انت دلوقتي فهمت بقى سببهم فاول حاجة هي method main نفسها دي اللي دايما بتتعمل الـ static واحنا مش فهمين ليه فدلوقتي انت فهمت معي method main دي اللي البرنامج بينادي عليها اول ما يشتغل الجافة بتنادي عليها اول ما البرنامج يشتغل فطبيعي ان الميثود دي تكون static لانت نادح عليها من غير ما يتعمل object من class main لو ما كانش static كنا نحتاج عشان ننادي عليها نعمل الاول object من class main عشان نوصل الميثود من جوه الـ object زي ما انت عارف فهمت كمان نقطة تانية كنت انا بقولها لك لما كنت بشرح لك الميثودز فكنا بنعمل ميثودز تانية بعد المين ميثود دي كنا بننزل تحت هنا بعد المين ميثود ونعمل ميثودز تانية ونرجع نستخدمها جوه المين ميثود فكنت بقولك ساعتها حط بابلك static كده وبعدين هتفهمها فالسبب بقى دلوقتي انت عرفته ان كنت مضطرة خليك تحط static في بداية الميثود عشان نعرف نستخدمها جوه الـ static method لسه القاعدة اللي إلينها من شوية ان الـ static ما بيشوفش غير الـ static فعشان نادي على مثود جنبها في الـ class لازم تكون هي كمان static فكنت بخليك تعمل اي مثود static وتأكد انك فهمتين كويس في الجزء اللي فات ده ممكن تعيده مرة كمان عشان ندخل بقى في قامتع جزء في الدرس ده وهو امثلة الحاجات الـ static اللي موجودة اصلا في الجابا فهتعالى يبدأ معاك بمثال على الـ static fields وهو مثال الحقيقة ممتع جدا هو جملة الطباعة نفسها بص كده جملة الطباعة اللي بنعملها على طول دي ركز معايا كده فيها كلمة system دي بدأ بـ capital معنى كده ان ده اسم class وقود دي small ومش بعدها العلامتين بتاع القصين بتاع الميثود فهي مش مثود جوه class system وطالما بدأ بـ small كده يبقى ده اكيد field جوه class system بس غريبة ده الفيلد ده جوه حاجات جوه method ما الشكل ده انت عارفوا بتاع method اه يبقى اكيد قود ده هو متغير object عمل زي author كده اللي عندنا في بوك زي ده كده وجوه الـ object قود بقى في method اسمها print line طب تعالى كده اوريلك بقى الكلام ده هدوس على زر control وافضل dice كده واروح على قود هدوس عليها هليني دلوقتي دخلت على كود مش انا اللي عمله ده بتاع الجافا وانا دلوقتي جوه class اسمه system فعلا وده كده فيلده جوه الـ class الفيلد ده من class اسمه print stream واسمه out وخيمته اللي ابتدأ اياه ادي فولت عادي 0 لكن خدت بالك معايا ان الفيلد ده static اه ده هو ده السبب اللي خلاني عرفت هنا استخدمها على طول من اسم الـ class لانه اصبح خاصية من خصائص الـ class وليس الـ object طب تعالى في الـ systemd وندوس control وندوس على print line هليني دخلت على class اسمه print stream اللي كان قوت هو متغير object منه وجوه الـ class ده في مثود عادية اسمها print line فعادي جدا انا هنا وصلت لها من خلال متغير الـ object يبقى التركيبة دي دلوقتي انت فهمت سرها ايه ده class جوه متغير المتغير ده object نوع print stream والاهم بقى دلوقتي انه static فقدرت توصله على طول من اسم الـ class ومتغير الـ object ده shell object من class print stream اللي جوه مثود عادية اسمها print line فوصلت لها عادي من متغير الـ object ولو انت لسه متخيلش الموضوع فخلينا نعمل زيه عندنا كده اخلي كل حاجة زي ما هي كل اللي محتاجه بس اجي عند book وتعلي نعمل author ده static فكأن class author ده بدل class print stream هناك متغير author ده هو اللي بدل out وclass book نفسه هو اللي بدل system هنشوف دلوقتي مع بعض الكلام ده وهاجي جوه author اعمل بقى مثلا مثود عادية كده اي مثود بس هنوضح بيها فاقول مثلا واسميها print واعمل اثنين parentheses و curly braces واطبع بس جواها اي كلمة كده هنقول مثلا done وتعال نروح في المين نجرب نستخدم اللي عملنا ده على نفس المنوال بتاع جملة الطباعة دي هقول class book وclass book ده عايز اوصل للعناصر الـ static اللي جوه فاقول dot على طول لقيت الـ number of books اللي كنا عاملينه والمثود print number of books وليقيت author اللي انا عملته static واللي هو متغير شايل object من class author فادوس عليه وقدر اوصل بقى كده للحاجات اللي جواه فاقول dot ودي الحاجات اللي جواه كلها تعال ناخد مثود print اللي عملناها فبقى تركيبة الشكل ده هي هي بالزبط التركيبة دي وتعالى كمان نعمل run نشوف الكلام ده اشتغله لا كلمة done اللي كنا كدبينها مظبوط طلع لي فعلا done جميل جدا انت خيلت كده معايا مثال قوي على الـ static fields موجود في الجافا وبنستخدمه على طول اللي هو out فاتعال نمسح دول وهوريلك مثال في الجافا على الـ static methods هو الحقيقة مثال مشهور وبنستخدمه كتير جدا والتركيبة اللي انت مستنيها شبه التركيبة دي class وجواه method على طول فالمثال بقى اللي هوريهلك هو class موجود في الجافا اسمه math او بتاع حاجات يعني تخص الرياضة موجود جواه methods كتيره بتسهل حاجات حسابية كده فالمثود دي بقى static عشان يبقى سهل كده استخدمها على طول من غير ما بقى محتاج اعمل object من الـ class فاقول دوت كده وعندي مثلا method مشهورة هي method random method random دي بتطلع رقم عشوائي ليها استخدامات كتير قوي ممكن مثلا في لعبة يبقى عايز الكمبيوتر يطلع رقم عشوائي وبناء عليه يحصل حاجة معينة فالمثود دي بتستخدم في كده بتطلع لك رقم ما بين 0 الى 1 رقم عشوائي تقدر انت تضربه في مضاعفات ومثلا تستخدمها طيب هي دلوقتي هترجع الرقم فعايزين بقى نطبعه على طول نقول s out وهمسح دول بس كده احطهم في الاخر عشان تبقى بين القسين تمامت على كده نعمل run هلاقيها طلعت لي فعلا رقم عشوائي او اعمل run تاني طلعت لي رقم مختلف تماما وهكذا بتطلع دايما ارقام مختلفة عشوائية في البرامج بعد ما بنحتاج نستخدمها ممكن انت بقى تتلعب شوي بالرقم ده يعني ممكن تاخد او رقمين دول بس وتضربها مثلا في 100 لو انت عايز رقم عشوائي ما بين 0 و 100 او تضربها في 10 لو عايز رقم من 0 الى 10 وهكذا المهم عندي دلوقتي ان دي method static قدرت استخدمها على طول بين اسم الكلاس بدون معامل اي objects نفس الكلام عندي برضو method تانية جواهة class math اسمها round او اللي هي بتقرب الارقام يعني بحط لها الرقم بين القسين هنا وهي تقربه التقريب الحسابي اللي هو انت مثلا لو كاتب 5 ونص كده فمن اول 5 من 10 وطلع التقريب بيكون للرقم اللي بعده يعني 6 هتعال كده عم الرن هل ايه فعلا مطلع للناتج 6 لو خليتها مثلا 5 و 4 من 10 عم الرن فكده زي التقريب الحسابي يقرب للرقم الاصفر تمام جدا لحد كده كان موضوع ممتع ومفيد جدا موضوع الستاتيك وقلمنا فيه بكل المعلومات والقواعد اللي ممكن تحتاجها في الموضوع ده وشوفنا كمان امثلة عليه في الجافا نفسها مستخدم ازاي عشان نتخيل الموضوع اكتر وزي ما بقول دايما حاول انك تعيد الفيديو كذا مرة عشان تتأكد انك فهمت كل حاجة والتاسك بتاعك الدرس ده انك تطبق معايا كل حاجة عملتها في الفيديو لو ما كنتش طبقت فعلا وتجرب انت تغير في الحاجات بايدك وتشوف اللي بيحصل والتاسك التاني والمهم جدا هو انك تعمل ملخص كده او تفريغ لنفسك فرقة للدرس ده اكتب فيه الموضوع لنفسك في نقاط محددة جدا عن معنى كلمة static والstatic field والstatic method باستخدمهم امتى وازاي بعملهم static وازاي بنادي عليهم او باستخدمهم في الكود واي الفايدة اصلا من مفهوم static واستخدامه والقواعد اللي تخصوا الموضوع قاعدة الstatic method مثلا وتتأكد من فهمك كويس جدا للتركبات او الامثلة اللي تكلمت عنها مثال أوت على الstatic field ومثال المثود بتاع math round و random مثلا على الstatic methods تمام لحد كده اشوفك الدرس الجيم ستشتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتوصل القناة للناس اللي محتاجينها وبيواجهوا صعوبات في تعلم البرمجة بالذات موضوع الobjectorynt programming فادعم القناة بنشرها وتقدر كمان تدعم القناة عن طريق الانتساب للقناة من زر انتساب او join جنب علامة القناة او زر ال subscribe اشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة